فريق فاركو مع الكابتن طارع العشري وكابتن طارع أضاف لفريق فاركو 6 مباراة الأخيرة لم يهزم سوى في مباراة وحيدة على رغم من ذلك خط هجوم تسجيله ضعيف جداً كابتن نوم دي حقيقة فعلاً بس هي النهاردة مباراة قوية الحقيقة خاصة أن فاركو اتطمن على موضوع البقاء بل وينافس على المركز الخامس وده يحسب لطارع العشري الحقيقة والمباراة الكاس اللي بالشكل ده هي دي المباراة اللي بيحبها طارع العشري لأن طارع متميز في النواحي الدفاعية فأنت بتتكلم على التسعين دي فيهم مصير يكمل يخرج وبالتالي هو بيحب المباراة دي وكل ما بيطول الوقت خاصة مع فريق زي الزمالك لفتصعد مستمر الحقيقة وأنا بأكد كلام كابتن فارو المدرب اللي يجب ياخد فرصة لأن بدأ بصماته تظهر من مباراة للأخرى يعني فهي مباراة الحقيقة أنا شايفها تبقى سراع قوي جدا ما بين خط هجوم الزمالك المتميز ب44 هدف وخط دفاع فاركو داخل فيه 28 هدف إذن دفاع متوسط لكن الحقيقة هي مباراة بلغة الكرة ريزلة على الفرئتين يعني خاصة طارع زي ما قلنا متميز في النواحي الدفاعية الزمالك يهمه الاستمرارية ترجمة نانسي قنقر